بعد 25 يناير المهندس حصاب الله الكفراوي وزير الإسكان كتب مذكراته وفي نوفمبر في 2011 استلم أول نسخة من المذكرات من الناشر فتحي هاشم صاحب مكتبة جزيرة الورد المذكرات كانت 576 صفحة وبعنوان حصاب الله الكفراوي من القرية إلى الثورة شاهد على العصر لكن بعد كام يوم صاحب المكتبة اتفاجئ بالتصال من الكفراوي بيقول له أنا حشتري كل النسخ وبلاش تنزل السوق الراجل سأله خير يا معالي الوزير الكفراوي قال له لو طلعت حيموتوني ولازم كل النسخ تتعدم وحصل فعلا واختفت المذكرات لكن يا طارا إيه اللي كان فيها وخاف منه الكفراوي أخطر حاجة في المذكرات كانت شهادة حصاب الله الكفراوي عن اغتيال الرئيس السادات في حدث المنصة ودور مبارك في العملية وقال بالنص خلال السنوات الماضية تجمعت لدي معلومات كثيرة عن حدث المنصة تؤكد أن السادات لم يمت من رصاص خالد الإسلامبولي بل هناك رصاص من داخل المنصة الكفراوي كان موجود في المنصة يوم الحادث وكان قاعد في الصف الثالث وورا سعد مأمون محافظ القاهرة ووسط ما هو مجغول بمتابعة عرض الطيران في السماء لقى سعد مأمون بيحط إيده على كتفه وبيقول له انزل تحت انزل تحت الكفراوي نزل تحت الكرسي ولقى جنبه محمود عبد الناصر كبير الأمناء برئاسة الجمهورية والدم منفجر من إيده ولما جي يرفع راسه كبير اليوران توفيق سعد شده من الجاكتة وقال له المنصة فيها قنابل خليك تحت وفي اللحظة دي فايدة كامل سرخت وقالت له محمد مات يا كفراوي وكانت تقصد جزها محمد النبو إسماعيل وزير الداخلية لكن الكفراوي قال لها لا مش هو ده فوزي عبد الحافظ سكرتير السادات اللغبطة حصلت لأن الاتنين كانوا لابسين بدلة نفس اللون ولما بص تاني لقاهم بيجروا بجثمان الرئيس السادات على الطيارة عشان ينقلوا المستشفى وكان لسه فيه الروح لمح مبارك واقف وجنبه أبو غزيلة وبيأكد الكفراوي أن الرصاصة القاتلة جت من جوه المنصة وقال بالضبط الأيام حتثبت أن المخطط مش واقف عن دخالة الإسلامبولي والمساد وحسني مبارك ليهم مصلحة ومبارك شارك في قتل السادات بالتأكيد اتكلم الكفراوي برضو عن سبب اختيار الرئيس السادات لمبارك عشان يبقى نائب لي فقال السادات كان وعر كان عاوز واحد من قوات المسلحة ومالوش دعوه بقوات المسلحة واللي ينطبق عليه ده بتوع الطيران ما لهمش علاقة بالمشاء أو المدرعات ولا جيش أول ولا جيش تاني ولا منطقة مركزية السادات كان عارف هو داخل على إيه وقتها مع الإسرائيليين فعاوز يشتغل براسه وأسلوبه هو ومش عاوز حد ينقره كل شوية بصراحة كده كان عاوز واحد يكون حمار وحسني مبارك كان عدد دفعته في الطيران 149 طيار وترتيبه على الدفعة 149 طول سنين الدراسة فعشان كده اختاروا رحم الله الجميع وغفر لهم ترجمة نانسي قنقر